موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العناوين موسيقى رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ محافظة حضر موت موسيقى موسيقى مجلس الوزراء يستعرض نتائج التحقيق بشأن حادثة طائرة اليمنية ويقر رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية موسيقى موسيقى مجددا أهلا وسهلا بكم اطمئن فخامة الرئيس عبد الربو منصر هدي رئيس الجمهورية على صحة محافظ محافظة حضر موت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الذي يتلقى العلاج في واحد من مستشفيات ألمانيا تمنى فخامة الرئيس لللواء البحسني الصحة والعافية والسلامة والعودة الحميدة إلى أرض الوطن لمواصلة مهمه وواجباته الوطنية في خدمة حضر موت وأبنائها والوطن عموما من جانبه عبر اللواء فرج سالمين البحسني عن سروره بهذا الاتصال والاهتمام المحود من قبل فخامة الرئيس للإطمئنان على صحته كما هو عهده دائما تجاه أبناء الوطن متمنيا له التوفيق والسداد لما يخدم اليمن وطنا ومجتمعا استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة المؤقتة عدم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك نتائج تقرير اللجنة الحكومية بدراسة أسباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن التفاصيل في سياق التقرير التالي استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة المؤقتة عدم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك نتائج تقرير اللجنة الحكومية بدراسة أسباب حادثة طائرة الخطوط الجوية اليمنية في رحلتها المتجهة من القاهرة إلى مدينة عدن وتضمن التقرير المقدم من رئيس اللجنة وزير الخدمة المدنية والتأمينات نتائج التحقيق التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء بشأن واقعة طائرة اليمنية والمستندة على الجلوس مع كافة المعنيين وجمع الاستدلالات والبيانات الخاصة بكافة ما يتعلق بالرحلة رقم 609 التي كانت متجها من القاهرة إلى عدن واضطرت العودة والهبوط اضطراريا بمطار القاهرة الدولي عقب وقت قصير من إقلاعها وأقر مجلس الوزراء رفع نتائج التحقيق المقدم من اللجنة إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية للتوجيه واتخاذ ما يلزم على ضوء ما تم التوصل إليه من إجراءات وقرارات مناسبة وأشهد المجلس بإنجاز اللجنة لتقريرها في وقت قياسي وما أوردته من معلومات وتفاصيل دقيقة بخصوص حادثة طائرة اليمنية مؤكداً الحرص على اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كافة الجهات المقصرة في أداء مهامها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب ومعرفة أوجه القصور والعمل على معالجتها بشكل مناسب وفوري وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة على الحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين المسافرين على متن الخطوط الجوية اليمنية ووقف مجلس الوزراء أمام أحكام الإعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الإنقلابية بحق 36 مختطفاً من الناشطين والأكاديميين والسياسيين بعد أربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم معرباً بهذا الخصوص عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لهذه الأحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن ميليشي الإنقلاب لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كأداة قمع لمعارضي إنقلابها مطالباً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص لأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الأحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية واعتبر ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج القانون ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرة ضمن اتفاق ستوك هولم يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم بها مجموعة مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام خصوصاً وأن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري من مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها وجدد مجلس الوزراء دانته لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيات جماعة الحوثية الإنقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية مشيراً إلى أن معرض الميليشيات الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضتها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019 يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في الصعودية وتهديد الملاحة الدولية معتبراً أن ذلك يعد بمثابة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 22-16 والقرار 21-40 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة وشدد على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات رادعة ضد إيران التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن بتزويد الميليشيات الإنقلابية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بترفيع مستشفى تريم بمحافظة حضر موت إلى مستشفى عام وترفيع مستشفى الشهيد محنف الريفي في محافظة أبيان إلى مستشفى عام وجه الوزرات والجهات المعنية باستكمال الإجراءات المالية والإدارية اللازمة بهذا الخصوص وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في تلك المناطق والمساهمة في تحصينها والمساعدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصدق مجلس الوزراء على منح التصريح اللازم لمشروع تمديد الكابل البحري داري وونج الاتصالات بين الجيبوتي والصومال وكينيا بحسب المخطط عبر المياه الإقليمية اليمنية المنطقة الاقتصادية الخالصة بناء على المشروع المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وأقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لمناقشة وتطوير خطة الحد من عمالة الأطفال وذلك ليتم التنسيق مع المانحين لدعم الخطة بعض استكمال أعدادها لمواجهة تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بما في ذلك تجنيدهم في النزاعات المسلحة واستمع مجلس الوزراء إلى الإحاطة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة والجهود المبذولة للتعزيز الأمن والاستقرار وتطبيع الأوضاع والنجاحات المحققة في هذا الجانب حيث أشهد المجلس بالجهود التي تبدلها الأجهزة الأمنية وحثها على المزيد بما يؤدي إلى التعزيز السكينة العامة للمجتمع والمساعدة في تسريع عملية التعافية الاقتصادي ويعادة الإعمار في المناطق المحررة وتدارس مجلس الوزراء استمرار الجهود المبذولة لتحصين الخدمات الضرورية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة خاصة في العاصمة المؤقتة عدن وأهمية بدل جهود استثنائية لاستدامة تحصين الخدمات وتطويرها بشكل دائم وجه المجلس بهذا الشان جميع الوزراء المعنيين كلا فيما يخصه إلى الهمية المناسبة في هذا الجانب وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الجميع لارتقاب مسؤوليتهم وأدائهم إلى مصاف التحديات الاستثنائية القائمة ومضاعفة الجهود وتلمس احتياجات المواطنين وامتابع التنفيذ المشاريع عن قرب والنزل الميداني المستمر للمتابعة مؤكدا أن الحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ستذلل أي صعوبات أو تحديات تواجه أداء وزارة أو جهة حكومية بما يمكنها من القيام بعملها على الوجه الأمثل ويعتمد مجلس الوزراء اتفاقية التعاون الموقع بين الجمهورية اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهبيتات والمتضمن إنشاء مكتب رئيسي للبرنامج في العاصمة الموقعة عدن لإعداد إطار التعاون بين الجانبين والمساهمة في توفير الدعم اللازم لتطوير المدن المستدامة اجتماعيا وبيئيا ودعم السلطات والمجتمعات المحلية على صعيد اعتماد آليات التنمية الحضرية الأكثر استدامة عبر اعتماد مجموعة واسعة من الأدوات والحلول المعيارية والفنية وغيرها من الخدمات الاستشارية والأنشطة والمشاريع الهدفة لمعالجة قضايا متعددة وإطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج المباحثات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إفاد في العاصمة الأردنية عمان في شهر مايو الماضي بشان عادة انخراط إفاد في العملية التنموية في اليمن من خلال إطلاق المشاريع بالقطاعين الزراعي والسماكي وفتح مقر للصندوق التنموي بعضا وأشهد بجهود وزارة التخطيط في جذب المانحين وعودتهم للعمل بالتعاون والتنسيق مع الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن طالبت الحكومة اليمنية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين من الناشطين والصحفيين ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها الميليشيات بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية وأشر نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثها لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارثين جريفث إلى أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق استوكهولم يمثل قتلا خارج نطاق القانون تقوم به مجموعة مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام وقال الحضرمي أن هذه الميليشيات استمرأت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع النشاطاء السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضي المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها وطالب نائب وزير الخارجية المفوضة السامية والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل لإنقاذ حيات هؤلاء المعتقلين والتي تعتزم الميليشيات القيام بإعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة مشددا على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على الميليشيات الحوثية من أجل إطلاق صراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم استنكر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية وبشدة قرارات الإعدام التي صدرت عن ميليشيات الحوثي الإنقلابية ضد 36 من المعتقلين الذين اختطفت أكثرهم قبل أكثر من أربع سنوات وارتكبت في حقهم مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي وقضى بعض من رفاقهم نحبهم تحت التعذيب وقال بيان صادر عن التحالف الوطني تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة من إن هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادر عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن إلى جانبي أن قراراتها قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عملية الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفائهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارست التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاء بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له وأشر البيان إلى أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإنقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقاري أعمالهم وتعتدي عليهم وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للإنقلاب وانتمائهم لأحزاب سياسية وطنية وأكد التحالف في بيانه أن ما تقوم به الميليشيات الإنقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضي حياته في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وإرهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني ودع التحالف منظمات حقوق الإنسان والمدافع عن الحريات في العالم إلى إدانة هذه الإجراءات القمية ورصد وتوثيق هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية ضد اليمنيين عامة والنشطين السياسيين والحزبيين خاصة والعمل على إيقاف تنفيذ هذه الأحكام الوحشية الصادرة في صنعاء وإطلاق سراحي المختطفين والمخفيين قصرا لدى الميليشيات الإنقلابية وطالب التحالف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف واضح والتدخل لإيقاف هذه الجريمة ومارست الضغط على ميليشيات الحثي لإيقاف عملية القتل الممنهجة بحق هؤلاء الناشطين المشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد كون هذه الخطوات تعطل الاتفاق وتضع عملية السلام في مهب الريح وتنسف كل الجهود المبذولة في هذا السياق بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في العاصمة المؤقتة عدن مع المستشارة الإقليمية للتعليم في اليونسيف أدريانا والوفد المرافق لها تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والتحديات التي تواجهها خطة تحديث برنامج الشراكة العالمية وفي اللقاء حمل الوزير لملس مكتب المنظمة في صنعاء مسؤولية عرقلة معظم برامج اليونسيف في المحافظات المحررة مؤكدا على ضرورة إعادة تفكير في آلية العمل للمنظمة في الجانب التربوي ونقل مقر المنظمة من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن واستعرض الوزير الوضع المتدهور للتعليم في المناطق غير المحررة بسبب تدخلات المليشيات الإنقلابية ومحاولاتها تغذية الطلاب بالأفكار الطائفية مشيرا إلى أن تجهيزات 120 مدرسة من المدارس المطورة في المحافظات المحررة إلى الآن محجوزة في مخازن صنعاء من جانبها أكدت المسؤولة الأممية حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في جميع مشاريعها الهادفة لدعم التعليم مشيرة إلى أن اليونسف يعمل مع عدة شركاء تربطهم آلية عمل محددة وأنها ستسعى لتجاوز الصعوبات التي تعيق مجالات التعاون بين الجانبين التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمل في العاصمة المؤقتة عدن ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن إن جالسين جرى خلال اللقاء استعراض ما قدمه الصندوق خلال هذه الفترة وكذا إجراءات استكمال الخطة الوطنية لكبار السن وتوفير مساحات آمنة للنساء ضمن برنامج الأسر المنتجة التابعة للوزارة وبحث الشراكة بين وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق الأمم المتحدة للسكان صدت قوات الجيش الوطني هجومين منفصلين لميليشيات الحثي الإنقلابية في محافظة الظالع وحاولت مجامع حثيات تسلل تجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة وعلى مواقع قرية المشاريح شمال غرب جبهة حجر غير أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات وأجبرتها على التراجع والفرار وأسفرت المواجهات عن مصرع عشرين حثيا بينهم قيادي بارز يدعى أبو محمد سفياني وجرح آخرين بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاحة ثلاثة وعشرين أعلن الجيش الوطني إحراز تقدم جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحثي الإنقلابية وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من تحرير عدد من التباب المحيط بمركز مديرية باقم من الاتجاه الشمالي الغربي عقب مواجهة خاضها مع ميليشيات الحثي وأضاف أن المواجهة أسفرت عن مقتل ثلاثة وعشرين عنصرا من الميليشيات الحثية وجرح آخرين علاوة على تدمير عدد من الآلية التابعة لها كما استعادت قوة الجيش خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوية دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدد من الغارات غرف اتصالات عسكرية متطورة بمديرية كتاف بمحافظة صعدة كانت تستخدمها الميليشيات الحثية في اتصالاتها الميدانية والسيطرة والتحكم في مسرح العمليات القتالية وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير غرفة اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف والثانية أعلى مرتفعات جبال العشة والثالثة في قرية حمدات بمحيط مركز المديرية لافتا إلى أن هذه الغارات أدت إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات كانت تتواجد داخل المباني المستهدفة وأكد أن تدمير هذه الغرف المستخدمة في الاتصالات العسكرية للميليشيات يأتي بعد عملية رصد دقيقة للمواقع التي تم استهدافها أصيب مواطن بجروح بالغة وتضررات عدد من المنازل والممتلكات جراء استهداف ميليشيات الحوثي الإنقلابية لقرى في عزلة قانية بمحافظة البيضاء وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهون وبي ان بي منازل آل المطوع بمنطقة قانية ما أدى إلى تضررها وتدمير الممتلكات الخاصة وتعرض المواطن مبخوت أبو سنة سائق شيول لإصابات بالغة جراء استهدافه من قبل ميليشيات الحوثي بصاروخ موجه أفادت مصادر في صنعاء باندلاع اشتباكات بالسلاح الأبيض والعصي والهروات بين ميليشي الحوثي الإنقلابية وبين التجار ورجال الأعمال في العاصمة صنعاء وذكرت المصادر أن الميليشيات أقدمت على فرض إتاوات وجبايات إضافية على التجار وبقوة السلاح لصالح ما يسمى بالمجهود الحربي ما تسبب باندلاع الاشتباكات وتواصل الميليشيات الإنقلابية المدعومة من إيران تعسفاتها اليومية على التجار في مناطق سيطرتها بهدف الابتزاز لصالح مجهودها الحربي وهو ما دافع بالكثير من رؤوس الأموال لمغادرة العاصمة خوفا من بطش الميليشيات وابتزازها وحفاظا على أموالهم وتجاراتهم تمكنت الفرق الهندسية العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة من انتزاع حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي الإنقلابية بإحدى المزارع في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة وقال مصدر عسكري أن المواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المنش التابعة لعزلة بني حسن وانتقل الفريق الهندسي إلى المكان المذكور على الفور وأضاف المصدر في تصريح للمركز الإعلامي القوات المسلحة أن الفريق الهندسي اكتشف حقل ألغام وتمكن من انتزاع 250 لغما أرضيا مزودة بأشراك خادعة كما أتلف الفريق الهندسي التابع لكتيبة المهم الخاصة عشرات الألغام والعبوات النسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة وقال قائد الفريق الهندسي لكتيبة المهم الخاصة أنه تم إتلاف أربعمائة وثلاثين لغما وعبوة نسفة زرعتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مناطق آلة صبحان وآل محاقي وآل الزماح في مديرية باقم وجه محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع مكتب المالية بسرعة معالجة صرفي مستحقات موظفي مكتبي الخدمة المدنية وشؤون الاجتماعية ورفع إضراب الموظفين المطالبين بصرفي مستحقاتهم ووجه محافظ محافظة عدن خلال ترأس اجتماعا بحضور وكلاء المحافظة الدكتور رشاد شايع والمهندس غسان الزامكي وعبد الرؤوف والثقاف ومستشار المحافظ لشؤون المديريات عبد الحكيم الشعبي ومدراء الخدمة المدنية عبد الحكيم محمد صالح ومدير المالية علي طاها وشؤون الاجتماعية أيوب أبو باكر ووجه مكتب مالية عدن باتخاذ الإجراءات اللازمة لما من شأنه الإسراع في عملية صرف مستحقات موظفي مرفقي الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية وفق المخارج والأطر القانونية مؤكدا حرصه وقيادة المحافظة على معالجة كافة الإشكالية المتعلقة بحقوق الموظفين خصوصا الخدمة المدنية وبقية المكاتب التنفيذية بما فيها الشؤون الاجتماعية وناقش الإجتماع الإشكاليات والأسباب التي جعلت المالية تمتنع عن صرف مستحقات مكتب الخدمة المدنية وكذا مطالب موظفي الشؤون الاجتماعية تفقد محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع سير أعمال الأنبوب الذي يغذي خزانات البرزخ ويغذي أربع مديريات بالمحافظة واطلع من المهندس محسن أحمد المشدلي مدير المنطقة الأولى إلى شرح عن الأعمال التي تقوم بها الفرقة التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من خلال إصلاح البيب القادم من بئر ناصر الذي تعرض للتلف نتيجة لقدمه إضافة إلى المعوقات التي واجهت العمل التي تمكن فريق العمل من تجاوزها وأشهد المحافظ بالجهود التي تقوم بها المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وحث العاملين بالموقع على سرعة إنجاز الأعمال في إصلاح البيب الذي يغذي البرزخ والذي يغذي مديريات خور مكسر وصيرا والمعلاء والتواهي عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحج اجتماعا له برئاسة محافظة المحافظة للوقوف أمام مستوى تنفيذ القرارات المتخذة في الاجتماع السابق ومناقشة تقريرين لمؤسسة الكهرباء ومكتب الأراضي وعقارات الدولة وفي الاجتماع الذي حضره الأمير العام للمجلس المحلي بالمحافظة عوض الصلاحي ووكلاء المحافظة شدد المحافظة على ضرورة تنفيذ القرارات التي اتخذها المكتب التنفيذي في اجتماعه السابق الخاصة بالأراضي وبناء العشوائيات مشيدا بمستوى التحسن الملحوظ في التيار الكهربائي وتقليل ساعات الانطفاء والتي انخفضت إلى مستوى أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة السابقة بعد دخول الطاقة المشتراه العشرين ميجوات إلى الخدمة معبرا عن شكره القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس عبدالربو منصرهادي رئيس الجمهورية والحكومة على جهودهم لتحسين الأوضاع بمحافظة لحج في مختلف المجالات قال محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم أن مدينة زنجبار عاصمة أبيان تعد النواة لكل مديريات المحافظة إذا صلحت العاصمة في أمورها ستصلح بقية المديريات جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الموسع والهام للمكتب التنفيذي والقيادات الأمنية والمجلس الأهلي والشخصيات الاجتماعية وحقق للحارات لافتا أن هذا الاجتماع يخص مديرية زنجبار التي ينبغي أن تتكاتف الجهود لأجل النهوض بأوضاعها الأمنية والخدمية والضرب بقوة ضد الخارجين عن القانون لضرارهم بالعاصمة أو إضرارهم بالعاصمة زنجبار مشيرا إلى أن هناك أصحاب العقد النفسية للأسف يعملون لزعزعة الأمن والاستقرار لذا يجب تفعيل مراكز الشراط في أحياء باجدار والطميسي وعمودية ومستقبلا منطقة الشيخ عبدالله والتنسيق المشترك مع معسكر وعملية مدينة زنجبار والانتشار الراكب والراجل وإغلاق منافذ زنجبار وإغلاق جميع النقاط الأمنية في الداخل المدينة والتركيز على النقاط خارج المدينة منوها بعملية التأهيل والتدريب لمنتسبي الأمن بما فيهم رجال المرور وتأمين جميع المنشآت الحكومية من خلال أمن المنشآت ومنع حمل السلاح في المدينة منعا باتا موجها مدير الأمن اتخاذا لازم وتنفيذ هذا القرار وتطرق المحافظ إلى الجانب الخدمي وعلى رأسه الكهرباء التي يتم السعي لتحسينها من خلال المتابعة اليومية مع الجهات الحكومية ومؤسسة كهرباء أبيان التي ينبغي عليها تحمل المسؤولية وتجاوز الإهمال والوقوف بحزم أمام الربط العشوائي وتفعيل مراكز التحصيل والصيانة المتواصلة لجميع خطوط النقل وشدد المحافظة على المشاركة والتفاعل الإيجابي في مشاريع الصرف الصحي لزنجبار وجعار وإنشاء محطتي المعالجة وإنشاء شبكة صرف صحي في جميع أحياء المدينة نظرا لمرور أربعة عقود على الشبكة الحالية لافتا أن عملية رصف بالأحجار جاهزة وستبدأ قريبا موجها بأنشاء مدرستين ومذجيتين تكون الأساس لتطوير التعليم الأساسي والارتقاء بمستوى التعليم بما فيه الجامعي ومشيرا إلى ضرورة تفعيل مركز المعلومات للشؤون الاجتماعية والعمل ويعطاء كل الرعاية والاهتمام للأيتام والأشد فقرا وتشجيع الشباب على الأنشطة الرياضية وإعادة مجد فريق حسان باعتباره سفير أبيان في المحافل الرياضية مؤكدا على رفض الصلح في القضايا الأمنية والتأكيد على عملية التقاضي والالتزام بالقانون ونزاهة القضاء في نشر العدل والسلام حضر اللقاء وكيل محافظة أبيان عبدالعزيز الحمزة ومدير أمن المحافظة العقد علي باعزب والقيادات الأمنية والعسكرية قام وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بزيارة تفقدية لمركز الطفولة الآمنة بمديرية المعلاء يرافقه مدير مكتب شؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة أيوب أبو بكر واطلع على أحوال المركز واستمع من مديرة المركز مستشارة محافظ عدن لشؤون المرأة وطفل هيام مبارك إلى شرح حول الدور الإنساني الذي يلعبه المركز في رعاية الأطفال والأيتام الوافدين إليه وطفى في فصول المركز وأشاد الوكيل بالدور الإنساني للمربيات في المركز وبما قدموه من خدمة للأطفال ودعا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من الأطفال من خلال دعم المركز وزيادة ميزانيته ناقش المكتب التنفيذي بساحل حضر موت في اجتماعه برئاسة وكيل أول محافظة عمرو بن حبريش تقارير عن الهيئة العامة لكهرباء الريف ومشاريع مياه الريف والجهاز المركزي للأحصاء واللجنة الوطنية للمرأة ووضع مديرية حجر واتخذ بشأنها القرارات المناسبة واطلع بن حبريش أعضاء وأطلع بن حبريش أعضاء المكتب التنفيذي بساحل حضر موت على نتائج زيارته إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقاءاته برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمختصين ومتابعته للقضايا التي تلبي احتياجات الخدمات الأساسية ومنها ما يتعلق بمشاريع الكهرباء والمياه والصحة والطرقات وغيرها واستمع المكتب التنفيذي لتقرير حول التحضيرات الجارية لتنفيذ المهرجان والبرنامج للفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية المرافقة له حيث شدد المتمعون على أهمية التحضير الجيد للمهرجان بما يبرز التراث الشعبي والبحري والعمل على وضع مقترحات لتطوير المهرجان وتوسيع مناشطه ليشمل مديريات الساحل ناقش لقاء عقدة بمدينة سيئون محافظة حضر موت برئاسة وكيل محافظة لشؤون الوادي والصحراء صامح بريش الكثير عددا من القضايا المتعلقة بمختلف جوانب الدعم الإنساني للأوتشا بمديريات الوادي والصحراء وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل محافظة حضر موت المساعدين لشؤون الوادي والصحراء المهندس الشام السعيدي وعبدالهادي التميمي ومدير مكتب الأوتشا بعد أندريه ريكيا وعدد من مدراء عموم المكاتب الخدمية إلى احتياجات ووادي وصحراء حضر موت وسبل تدخلات منظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية إلى جانب تقديم الدعم الطارئ للنازحين والتنسيق بين المنظمات الدعمة الدولية والإقليمية والمحلية عبر السلطات المحلية وأشار الكثير إلى أن وادي حضر موت نزح إليه الكثير من الأسر جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية داعيا للأوتشا إلى تدخلات عاجلة لمساندة جهود السلطة المحلية في استقرار الخدمات الأساسية ناقش لقاء برئاسة وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي أوضاع اللاجئين والنازحين وسبل تحسين معيشة لهم من جهته أشار مندوب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أنس أحمد إلى أنه تم الترتيب لزيارات ميدانية لكي يتم التدخل بالأولويات حسب الإحصائيات والنتائج الموجودة ومن أهم الأعمال التي تقوم بها المفوضية السامية الاهتمام بالتعليم والخدمات الصحية وحقوق التنقل أكد وكيل أول محافظة أرخبيل سقطر رائد الجريبي على أهمية الدورة الذي تطلع به الهيئة العامة للمقاييس وضبط الجودة في توفير الحماية الصحية والبيئية للمواطن وأشار الوكيل الجريبي أثناء لقاهي اليوم مدير هيئة المقاييس وضبط الجودة أن حرص الهيئة على فتح مكتب في سقطر وتوفير أدوات العمل فيه تعد خطوة إيجابية عملات السلطة المحلية عليها خلال المرحلة السابقة لما لها من إسهامات في تعزيز الرقابة على مختلف السلع وجودتها خاصة الغذائية من جانبه أشار مدير هيئة المقاييس وضبط الجودة والمهندس فهمي عبدالجليل أن الهيئة ستعمل على تفعيل العمل في سقطر بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم لقاءات معها لتطوير العمل وأحداث إنسيام وتنسيق بين المكاتب ناقش مدير مكتب الإعلام بمحافظة أبيان دكتور ياسر باعزب مع مدير جهاز محوى الأمية وتعليم الكبار فضل عباس تنفيذ عدد من البرامج التوعوية والعمل المشترك في تأهيل إدارة الإعلام وأقسام جهاز محوى الأمية بالمديريات وخلال اللقاء أكد مدير إعلام أبيان على أهمية التوعية المجتمعية بتعليم الكبار والقضاء على الأمية والحث على التعليم ومكافحات الظاهرة تسرب الفتيات من المدارس ويجاد برامج وأنشطة هادفة مشيرا إلى أهمية تعزيز العمل المشترك والارتقاء به نحو الأفضل والسيعاب إدارات الإعلام بجهاز محوى الأمية في مجال التأهيل والتدريب من جانبه استعرض مدير جهاز محوى الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة عمل الجهاز أهم البرامج والأنشطة التي ينفذها على مستوى المحافظة مثمنا دور الإعلام بالمحافظة وحرصه على تعزيز العمل الإعلام المشترك مع جميع الجهات ومنها جهاز محوى الأمية بمحافظة أبيان وأكد اللقاء على عدد من المقترحات والتوصيات الهادفة منها تنفيذ برامج إعلامية وعوية في مجال المكافحة الأمية والاهتمام بالتعليم والعمل على تأهيل إدارة وأقسام الإعلام بجهاز محوى الأمية بالمحافظة والمديريات ضمن مشروع مكتب الإعلام للتأهيل والتدريب رغم الحرب والحصار المحيط بمدينة تعز من قبل الإنقلابيين منذ خمس سنوات إلا أن جامعة تعز تسعى نحو التجديد لخدمة طلابها طلاب كلية العلوم الإدارية مثالا لها التفاصيل في سياق التقرير التالي كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز بدأت خطوات قريئة في عملية متابعة الطالب وتيسير أموره الأكاديمية عبر نظام آلي يبدأ بحضور الطالب وينتهي بالتصحيح الإلكتروني بالكلية العلوم الإدارية طبعا قد تبنت العديد من الإصلاحات والتطورات التقنية والتكولوجية برعاية الأستاذ دكتور محمد الشعيبي ودعم أشناد من الأستاذ دكتور رياض العقاب نابري جامعة ومعشون الطلبة وامتدادة وكذلك مسجل عامل جامعة خاصة فيما يخص في التصحيح الإلكتروني الذي هو يعتبر الخطوة آخر خطوة قامت بها الكلية من أقل مصلحة الطلبة التصحيح الإلكتروني من أهم الخطوات التي خطتها الكلية كتصحيح الإختبارات الفصلية نحن في جامعة التعز انتهجنا التكنولوجيا الحديثة وصرنا في هذا الطريق في إطار إعلان جامعة التعز في عام 2010 استراتيجية أتمتت الجامعة لتحويلها إلى جامعة تكنولوجيا بحلول عام 2025 تسعى جامعة التعز في إيجاد منظومة إلكترونية في جميع المجالات والكليات وذلك في رفع الأداء لخدمة الطالب وبدءا من كلية العلوم الإدارية السباقة في العديد من الخطوات المتقدمة والهادفة بدأت كلية العلوم الإدارية بهذه الآلية بناء على تجربة سابقة في اختبارة القبول والتي كان لها نجاح غير عادي الانتقال إلى هذه الخطوة ليس غريبا على كلية العلوم الإدارية فقد بدأت بالنظام الآلي الشامل منذ العام 2012 البرنامج طبعا وفر الكثير من الوقت والمال والقهد ويضا سيوفر الكثير لأعضاه التدريس في التفرق لعمل أبحاث وأفكار لتطوير الجامعة وتطوير العملية التعليمية وكان هذا الوقت يهدر في عملية التصحيح التي كان بعض المواد يأخذ فيها ما لا يقل عن شهر ونصف الآن المادة التي كانت تأخذ شهر ونصف ربما يتم تصحيحها في ساعتين على الأكثر طبعا نحن نشتغل في الحد كلية العلوم الإدارية تشتغل في الحد الأدنى من الإمكانيات ومن خلال المسمو أجهزة محدودة إلا أنها اكتازت مرحلة غير عادية في هذا القانب طبعا عملية التطوير هذه كان لأستاذ دكتور رئيس الجامعة محمد الشعوي دور كبير فيها فهو دائما شخص داعم أساسي في هذا القانب ومن القيادات التي تتبنى أي تقربة متميزة وقديدة ويقوم بتذليل كل الصعوبات أمامها جامعة تعليم الإدارية تعمل قدما من أجل مصلحة الطالب الذي تعمل من أجله ليل نهار والتصحيح الأكتروني قزء لا يتقزأ من أجل الطالب ومصلحته نعائم خالد قناة عدن الفضائية تعز دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة مأرب ورشة العمل لتطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الجداسي دشنا مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هنا بمحافظة مأرب ورش عمل لتطوير مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن يهدف المشروع لتأهيل المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن وإعادة انتدماجهما الاجتماعية وإلحاقهما بالقطاع التعليمي وتقديم دعم مجتمعي لأسر الأطفال وتوعية المجتمع بحقوقه في تدشين ورشية العمل الخامسة في هذا المجال أكلت الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان مدير تدار الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان لغة العمل الإنسانية بين هذا العمل المثل الأهمية الكبيرة في المجال الإنساني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكر وجودكم يعتبر هذا البرنامج برنامج نوعي مقدم من الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية وبتوجيه من حفادم الحرمين الشريفين ومتابعة من مشرف العام الدكتور عبدالله الربيعة معالي المشرف العام على المركز بأهمية حفظ الطفولة والأطفال وتحويلهم إلى قادة السلام يهدف هذا المشروع إلى إعادة إدماجهم بالمجتمع وتأهيلهم التأهيل النفسي والاجتماعي وإلحاقهم بسلك التعليم والتأكد من عدم عودتهم إلى صفوف التجنيد مرة أخرى لإصبحوا قادة السلام في اليمن الحبيب وفي دول العالم الأخرى أكد القائمين على تنفيذ هذا المشروع الإنسانية من مركز الملك سلمان بأن ورش العمل تهدي في القياس أثر دورات التوعية المجتمعية للأطفال والأهالية وغياس أثر برامج التأهيل وعادة الإجماع للأطفال في المجتمع والتعرف أيضا على أسباب انخرط الأطفال في عمليات النزاع المسلحة من وجهة نظر الأهالية وأولياء الأمورة يقيم مركز الملك سلمان الغاضي والعمال الإنسانية ثلاث ورشات متتابعة الورش الرابعة والخامسة وأيضا السادسة أهتمت الورش الأولى أو الرابعة بالأطفال أنفسهم لكي يصل الأثر لديهم ومدى استفادتهم من برنامج عادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا الورشة الخامسة ستكون مهتمة بأولياء الأمور أيضا لمدى الاستفادة من دورات التوعية التي قامها المشروع خلال المراحل العشر السابقة أكد المختصين في مركز الملك سلمان الغاضي والعمال الإنسانية بالمركز الذي يتبنى الكثير من المشاريع الإنسانية ومن المشروع عادة تأهيل الأطفال المجندين ومجثرين بالصراع في اليمن وخاصة الأطفال الذين تأثروا تأثيرا كبيرا من الصراع المسلحة يهدف المشروع الإنساني لمركز الملك سلمان الغاضي والعمال الإنسانية إلى توعيث أولياء الأمور والأطفال بمخاطر التجنيد لهذه الفئة والعمل على إيجاد بيئة وسرية سليمة من خلال عقد الدورة التدريبية والتعوية والتثقيفية والتعريب القوانين التي قرم تجنيد الأطفال لقناة عدد الفضائية محمد القداسي محافظة مارب الاهتمام بالأطفال اهتمام بالمستقبل اختتمت مديرية المسارق محافظة تعز الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الوقت وتفشي الإسهالات المائية الكوليرات ضمن برنامج الصحة والتغذية والإصحاح البيئي الذي تنفذه منظمة رعاية الأطفال بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة واستهدفت الدورة خمسة وعشرين متدربا ومتدربة تعرفوا على مدى ثلاثة أيام على مفاهيم صحية في عملية استقبال حالات الإسهالات المائية بالإضافة إلى أهمية الإصحاح البيئي وأشار أمين عام المجلس المحلي أحمد عبد الحميد الجمالي إلى الدور الإيجابي الذي تقدمه منظمة رعاية الأطفال في خدمة المديرية وفق إمكانياتها مع معرفة احتياجات المنطقة دشنا مكتب الشباب والرياضة في كلية التربية والعلوم الإنسانية والتطبيقية بمحافظة الجوف المخيمات الصيفية بحضور وكيل المحافظة المهندس عبد الله الحاشدي ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي وثمن الوكيل دور القائمين على هذه المخيمات منوها بأن هذه المخيمات تشغل فراغ الشباب والأطفال بالمعلومات النافعة والأنشطة الهادفة وتعزيز الولاء الوطني والقيمي وخلال التدشين أكد مدير مكتب الشباب والرياضة أن هناك 25 مركزا صيفيا في المديريات المحررة أبرزها الملتقى الصيفي الأول بكلية التربية والعلوم الإنسانية وتهدف إلى إكسب شباب المهارات الحياتية والعلوم الإنسانية والتثقيف الصحي مشيرا إلى إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والكشفية بالمخيمات الصيفية أعزائي المشاهدين كان هذا هو خبرنا الأخير عودة إلى العناوية رئيس الجمهورية يطمئن على صحة محافظ محافظة حضر موت مجلس الوزراء يستعرض نتائج التحقيق بشأن حادثة طائرة اليمنية ويقر رفع تقرير إلى رئيس الجمهورية الجيش الوطني يكبد الميليشيات 20 قتيلا لمحافظة الظالع ويحرز تقدما جديدا في مديرية باقم شمال صعدة انتهت نشرة أخبارنا لهذا اليوم نلتقيكم في نشرات إخبارية قادمة في أمان الله اشتركوا في القناة